أرجع للأسئلة الأختي أنفرقد بارك الله فيها تقول هناك أناس يسبحون في أحواض السباحة تقول لما يأتي وقت الصلاة يخرجون يصلون ثم يعودون يكملون السباحة تقول كيف صلاتهم أختي أنفرقد بارك الله فيك بالنسبة للسباحة في البحار السباحة في النهار السباحة في الأحواض هذه لا ينتقض بها الوضوء وليست هي من نواقض الوضوء نواقض الوضوء معروفة الخارج من السبيلين مثلا الخارج الفاحش النجس من بقية البدن النوم المستغرق الذي الإنسان لا يفقد الإحساس مثلا وغيرها من الله فإذا كان الشخص متوضع ومتطحر أصلا وحان وقت الصلاة وخرج من الحوض للصلاة ما عليه شيء ما يلزمه أنه لازم يتوضع أو لازم يزيل مثلا الماء السباحة خاصة وأن الأحواض هذه يعني كمية الماء كبيرة تزيد على القلتين اللي يذكرها الفقهة في تقدير القليل والكثير إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني أغلب الأحواض الموجودة الآن الماء كثير جدا فلا تتنجس إلا إذا تغير لونها أو طعمها أو ريحها بنجاسة حلت فيه ولذلك هذه الأحواض طاهرة يا أختي الفاضلة فأهم شيء أن الشخص يكون متوضع ومتطهر ويجوز للشخص هو في حوض السباحة أن يتوضع من هذا الماء يجوز وهو في الحوض إذا كان غير متوضع يعني ينوي يقول بسم الله ويتم موضع يستنشق ويغسل وجهه وبعدين يغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه وبعدين يغسل قدمه هو في الماء داخل هو في الماء يجوز يغسل قدمه وبعدين يخرج إلى الصلاة